واخيرا وبعد طول انتظار وكلام كتير عايزين الريدمي نوت 11 الجديد عايزين نعرف الريدمي نوت 11 فعلا هو افضل موبايل حاليا في فئة سعر 3000 جنيه ولا لأ وشاومي فعلا في الميو اي سيرتين الجديد هل فعلا المشاكل اتحلت ولا لسه زي الميو اي 12.5 كل ده هقول لك في الفيديو وهقول لك وجهة نظري وهل الموبايل ده فعلا يستحق يكون افضل موبايل فعلا في فئة سعر 3000 جنيه ولا في الموبايلات تانية احسن وبرضه هقول لك اي هي العيوب اللي ممكن تلقاه في الموبايل ده عشان لو العيوب دي ما تنفعش معاك فبنقص انك تشتري الموبايل ده فقبل ما اقول لك اي حاجة تزدقبط لايك للفيديو ولا اقول المرة تشوفنا لا تشترك في قناة وتفعل زورات الجرس شاني يوصلك منا دايما كل جديد اما دلوقتي فخلينا نخش في تفاصيل الفيديو مع ريدمي نوت 11 اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة امك ريفيوز وبقى لي كده من الاخر فترة بجرب ريدمي نوت 11 وجاي اقول لك من الاخر كده ايه الحاجات الكويسة اللي قابلتها في الموبايل ده وايه الحاجات اللي مش حلوة اللي قابلتها في الموبايل ده اول حاجة كده مبدئيا عشان ما حدش يقول لك بقى بيطبل والكلام ده نبدأ بالحاجات اللي مش لطيفة في الموبايل واول حاجة مش لطيفة هي نقطة التصميم تصميم الموبايل يعتبر كويس جدا ويعتبر طفرة ونقلة عن السنة اللي فاتت وفي تغير جزري في شكل التصميم وعجبني فكرة الحواف المربعة او الاتجاه السند بتاع شاومي لفكرة الحواف المربعة زي حاجة زي الايفون سيرتين كده لطيفة ومسكتها كويسة ما حسيتش باي مشاكل معها ولكن بقى انا عندي تعليق كده سلبي على شاومي في نقطة التصميم مدام انتوا اصلا عاملين السماعات الاستوريو عبارة عن السماعة اللي تحت وسماعة المكالمات بيشتغلوا مع بعض لازمتها ايه الاخرام اللي موجودة فوقه في الفيرين ملهاش ايه تلاتين لازمة شايف ان هي ملهاش لازمة وحاجة كده موجودة عالفادي وبرضو بيضايقك في حتة المكالمات لو انت بتتكلم اي حد ممكن يسمع صوت اللي انت بتكلمه واضح ويسمع كل تفاصيل المكالمة والحل هنا انك يا اما تلبي السماعة هندي فري يا اما توطي الصوت شوية عشان ما حدش يسمع ففكرة الاخرام اللي فوق دي بصراحة اكتر حاجة مضايقاني في التصميم كتعليق على مقود التصنيع ما عنديش اي مشكلة فيها الموبايل متين مسكته كويسة ولكن زي ما قلت حتة الاخرام اللي فوق دي هي المشكلة بالنسبة لي وكان نفس شاومي ما تعملهاش تاني حاجة ما عجبتنيش في الموبايل هي الكاميرا الامامية بالليل للاسف ما تمش تطوير عليها هي نفس الكاميرا اللي كانت موجودة في الريدمي نوت 10 هي نفس الكاميرا الموجودة في الريدمي 10 موجودة في الريدمي نوت 10 اس في نقطة كمان في الكاميرا الامامية وان هم عاملين حلقة سلفر صغيرة كده حاولين الكاميرا الحلقة دي ما بتبقاش حلوة في التصوير بتدايقك ساعات وبتعمل مشاكل وبتطلع زي هالة بيضة كده في الصور في بعض الاحيان اما بالنسبة لتالت نقطة عيف في الموبايل هي حاجة في السوفت وير ما تفهمش غلط مش السوفت وير كله وهجي لك انا في نقطة الاداء والسوفت وير دي قدام ولكن نقطة عايز اعلق عليها انك لما بتضغط على اي ابليكيشن في الموبايل الموبايل بياخد معاك جزء من ثانية على ما يستجيب ويفتح ما بيعودش وقت طويل ولكن حاجة برضو لازم اقول هالك في بعض الاحيان كان الموبايل بيعلق وشريط الاشعارات ده بيبقى جاي بلون الخلفية وتحس انه نازل لازق في الخلفية كده ملوش لون مميز لوحده ولكن لما قفلت الموبايل وفتحته تاني زبطت فالحتة دي حتة بسوفت وير اتمنى انهم يحلوا بعض المشاكل البسيطة اللي لسه موجودة في السوفت وير خلصنا دلوقتي المشاكل بقى تعالى بقى نخش على المميزات وهبدأ من اكتر الحاجات المبهرة في الموبايل ده لها ابهرا واول حاجة لازم اتكلم عنها هنا هي الشاشة الموبايل ده بيجي بشاشة ستة واربعة من عشرة انش من النوع اموليد فول اتش دي بلاس تسعين هرتز وفعلا الشاشة ممتازة جدا لو انت تتفرج على فيديوهات هتبقى مستمتع جدا بالشاشة واللي انا ابهرني في الموضوع اكتر وقتر ان فعلا سطوع الشاشة عالي مش قليل يعني تقدر تشوف الشاشة دي بدون اي مشاكل تحت عشعة الشمس شاشة فعلا ممتازة الوانها ممتازة الشار بنصف الشاشة ممتاز جدا طبعا بقى مع موضوع التسعين هرتز الموضوع بيوصل معك لليفل افضل بكتير طبعا وتجربة احسن بكتير انك تشغل التسعين هرتز مع الشاشة الاموليد بتاخد فعلا تجربة ما بتشوفهاش في موبايلات بأربعة وخمس تلاب جنيه فمع الشاشة المحترمة اللي هنا مع التسعين هرتز مع السوفت وير اللي بقى احسن كتير عن الاول فهتاخد تجربة اداء يومي محترمة جدا وممتازة الصراحة مفيش اي موبايل تاني بيديك حلاوة وجمال الشاشة دي والرفريش ريت ده مع الفول اتش دي بلاس دي مش هتلاقى موجودة اقرب منافس للموبايل ده هو السامسونج اتنين وعشرين الشاشة سطوعها اقلب كتير وكمان عندك الشاشة اتش دي بلاس مش فول اتش دي بلاس اما بالنسبة التاني نقطة مبهرة في الموبايل هي نقطة الكاميرات الكاميرات الخلفية بشكل اساسي سبك من الارقام تجربة الفعلية الكاميرات الموبايل ده بالنهار ممتازة جدا الوان الجلد هنا ممتازة الشاربنس ممتازة كل حاجة في صور الكاميرا الاساسية والكاميرا الالترويد ممتازة ومزبوطة والموبايل بيعرف يسيطر على الاضاءة الى حد ما هنا لو انت عايز تاخد صور لعطات لحاجة معاينة فده افضل فعلا الموبايل بيقدم شاشة وكاميرا لحد الان في الفئة السعرية دي مفيش اي موبايل يقدر يعلي على الموبايل ده في الكاميرا الاساسية والكاميرا الالترويد اما بالنسبة للتصوير بالليل فالوضع بيختلف تماما هنا التصوير بالليل في اي موبايل في فئة 3000 جنيه ما يعتمدش عليه ولكن الموبايل ده مازال بيقدي يعني من الاخر هيقدي معاك الغرض في التصوير الليلي ولكن ما تعتمدش عليه بشكل كبير دايما خليك معتمد على التصوير النهار النقطة كمان حابب اوضحها في نقطة الكاميرات قبل ما اصيبها حتة النايت مود النايت مود في الكاميرا للأسف بالليل مش شغال كويس خلص النايت مود ما بيعملش اي حاجة فبصراحة بالنسبة للشاشة بتاعة الموبايل بالنسبة للسلاسة في الاستخدام بالنسبة لكلام ده كله الموبايل شغال بامتياز بالنسبة للكاميرات الموبايل فعلا بيقدم افضل كاميرات في الفئة السعرية دي اما بالنسبة للسماعات الاستيريو الموجودة في الموبايل فهي صوتها كويس جدا صوتها نقي وواضح ولكن مشكلتها ان الصوت حاج شوية رفيع على فئة سعر الموبايل ده الموبايل سعره 3400 جنيه للنسخة الـ 644 وسعره 3700 جنيه للنسخة الـ 428 والنسخة الـ 628 سعرها 4000 جنيه ودي النسخة اللي منصحش بها تماماً لو انت عايز تجيب الموبايل ده تركز على النسخة الـ 644 أو الـ 428 عشان المعالج اللي هنا من الآخر 680 معالج ما يصلحش يكون في فئة الـ 4000 جنيه وبما اني جبت سيرة المعالج فتعالا ما كلمك عن تجربتي مع معالج سناب درجل 680 مبدأين كده بالنسبة للأداء اليومي زي ما قلت لك الموبايل أداءه فعلاً ممتاز الموبايل سالس شغال معك بامتياز في الأداء اليومي زي ما قلت لك يا نقطة الاستجابة بس ممكن لما تجي تضغط على حاجة تاخد معك جزء من الثانية على ما تفتح ولكن ده ما تعتبرش مشكلة الموبايل شغال كويس مفيش تهنيج مفيش تقطيع في الفريمات والأول مرة بقوله على سوفتوير شاومي انه المرة ده فعلاً مستقرة أما بالنسبة للأداء الألعاب بقى فالموبايل على الورق ممتاز المعالج ده أقوى من كل معالجات الفئة 3000 جنيه مع لعبة زي بابجي غريبة ان الموبايل هنا بيلعب على اعدادات لو ميديا ما بيلعبش على اعدادات HD وغاية زي بقيت المعالجات الموجودة معا في الفئة السعرية دي ولكن المشكلة هنا مش في المعالج نفسه المشكلة في اللعبة ان لسه منزلش تحديث يدعم المعالج ده ويستغل قوة المعالج ده بشكل كبير فلو انت بالاخر كده بتدور على تجربة الألعاب فاستنى قبل ما تشتري الموبايل ده وصبر شوية لحد ما يبان هل فعلاً هينزل تحديث يحل المشكلة دي ولا هتفضل المشكلة دي موجودة والمعالج ده هيؤدي أداء أضعف من بقية المعالجات الموجودة معه في نوطة الألعاب تعالى ما نتكلم عن بعض الحاجات اللي الناس بتسأل عنها زي مثلاً سنسور المكالمات هنا تحس ان هم حسنوا فعلاً السنسور بتاع المكالمات زي ما بيقولوا الموبايل على طول بيضلم أهو هنا السنسور شغال زي ما قلت كويس جداً لحد الآن موجودة شفائية مشاكل ويعتبر أفضل بكتير من السنسور الموجود في البوكو اكسسرين نفسيه أما بالنسبة لموطة الشبكات بقى عشان في ناس بتسأل كتير في الموضوع ده فشبكة الموبايل هنا متوسطة يعني لو انت في مكان الشبكة فيه قوية أو متوسطة الموبايل بلقط معك شبكة كويس جداً لكن في الأماكن اللي الشبكة تعتبر فيه معدومة ضعيفة جداً فالموبايل للأسف مش هتبقى الشبكة فيه أفضل حاجة وقلتها وبقولها لو انت عايز موبايل للشبكة بتاعته قوية فممكن تجيب موبايل من مجموعة البيبي كي بيقدم لك شبكة أفضل حاجة كمان عجبتني في الموبايل ده وهي البصمة الموجودة في زرور الباور شغالة بكفاءة ما وجيتش معها أي مشاكل هنا البطارية بتاعت الموبايل 5000 ميلا أمبير ومعها شاحن سريع موجود في العلبة 33 واط والبطارية أداها كويس جداً والموبايل بيكمل معك اليوم بدون أي مشاكل لأن انت هنا معك شاشة آموليد وطبعاً لو البطارية خلصت معك فإن انت معك شاحن 33 واط بيشحن الموبايل من صفر إلى المئة في المئة في ساعة ساعة وخمس دقائبي كتير فعلاً ريدمي نوت 11 يعتبر فيه فرق مش هين بينه وبين ريدمي نوت 10 بتاع السنة اللي فاتت وأكتر حاجة باينة قوي هي نوطة الشاشة نوطة الكاميرات الكاميرات أفضل شوية عن ريدمي نوت 10 وكمان عندك السوفتوير استقر جداً وبقى أفضل بكتير وبقيت التجربة أحسن بكتير من الآخر كده وعلى بلاطة مفيش أفضل من الموبايل ده حالياً ممكن تشتريه إلا بقى لو انت مش عجبك بعض العيوب اللي أنا قلتها فالموبايل ده للأسف مش هينفعك ولكن من وجهة نظر الموبايل ده لحد الآن هو أفضل موبايل كشاشة كألوان كاميرات وصور بتطلع من الكاميرات كأداء الموبايل أداءه فعلاً ممتاز ويقارن بكل الموبايلات الموجودة معاك استخدام يومي نقطة الألعاب بس هي اللي عندي تعليق عليها لو انت بتدور على موبايل للجيمينج فازبر شوية وما تسرعشوا جيم الموبايل ده لما نشوف فعلاً هل تحديث هينزل يحل المشكلة دي ولا لا ولكن بقيت جوانب الموبايل فعلاً الموبايل بيقديها بامتياز وبس كده دي كل حاجة عن وحش شاومي اللي أنا شايفه هيقصر الدنيا في المباعات والموبايل ده فعلاً بيتسحب من السوق بشكل كبير لو عندك إيه استفسار عن الموبايل ده أو عايز تعرف حاجة معاينة فانزل تحت الفيديو في كومنت وقول استفسارك وكالعادة أشوفكم الفيديو الجاي سلام